هذه تفاصيل الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن كشف المدير العام للسندوق الوطني للتقاعد جعفر عبداللي أن أزيد من 2.6 مليون مستفيد من منح ومعاشات التقاعد التي يسيرها السندوق معنيون بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيدخل حيز التنفيذ في مارس القدم بأطر رجع بداية من جونفي 2023 وأكد عبداللي في تصريح له أن ما يفوق مليونين وستمائة ألف مستفيد من المنح ومعاشات التي يسيرها السندوق الوطني للتقاعد معنيون برفع الحد الأدنى لهذه المنح والمعاشات وذلك بأطر مالي قدره 130 مليار دينار جزائري وفي ذات السياق أوضح أن هذا الإجراء يشمل ثلاث فئات تتعلق الفئة الأولى بالمستفيدين من منح التقاعد الذين تقل مدة عملهم عن 15 سنة حيث تم رفع المنح إلى 15 ألف دينار ويقارب عددهم 317 ألف والفئة الثانية تخص المستفيدين من معاشات التقاعد الذين تتجاوز مدة عملهم 15 سنة إذ سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 20 ألف دينار ويقدر عددهم ب 970 ألف بينما تخص الفئة الثالثة المستفيدين من معاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و50 ألف دينار حيث تعرف زيادة تتراوح بين 2000 إلى 4000 دينار ويقارب عدد المستفيدين 1.400.000 مستفيد ومن جهة أخرى ذكر عبداللي أن العدد الإجمالي للمعنيين من كل هذه العملية مليوني وتسعمائة ألف مستفيد بأطر مالي إجمالي يقدر ب 147 مليار دينار وتشمل المستفيدين من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد إضافة إلى المستفيدين من تلك التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجارة إذا أعجبكم الفيديو وأردتم المزيد لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر